في السادس والعشرين من شتنبر الماضي ضق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي جرس الإنذار محاذرا من أن الحق في الماء والأمن المائي في البلاد مهددان بشكل خطير نظرا للاستعمال المكثف لهذه المادات الحيوية وفق بحوث ودراسات موجزة في هذا الجانب نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة لأن موارده المائية تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960 وأضاف أن الموارد المائية ستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول العام 2030 إذ بيّنت دراسات دولية أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80% من موارد المياه المتاحة في المغرب خلال 25 سنة المقبلة وأمام هذا الخطر وفق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يجد المغرب نفسه في حاجة ماسة إلى التدخل بشكل عاجل لضمان أمنه المائي لهذا الغرض اقترحت هذه المؤسسة عدة إجراءات من بينها تدابير التوعية العاجلة للعمل على تغيير سلوك المستعملين من خلال اعتماد سلوكات بيئية مسؤولة تجاه الماء خصوصا فيما يتعلق باستمرار بعض الزراعات التي تستهلك الكثير من المياه إلى جانب التوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمشاءات الرياضية والحضائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب ولتخفيف من هذه الوضعية يدعو عدد من الفاعلين إلى توسيع استخدام تقنيات تحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومن بين المقترحات أيضا إجراء إصلاح لتسعيرات الوطنية والمحلية للماء وخدمة التطهير السائل إضافة إلى معالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التحذير الذي صدر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والميئي حول الماء في المغرب سبقته عدة تقارير دولية تصب في الاتجاه نفسه بعضها تحدث عن أن المغرب من بين الدول المهددة بشكل كبير بشح الموارد المائية بسبب ارتفاع الطلب عليها بشكل أكبر مقارنة بالمخزون وتقارير أخرى خلصت إلى أن هناك استغلالا مفرطا للمياه الجوفية في المغرب وأن أكثر من 800 مليون متر مكعب من المياه غير المتجددة يتم ضخها سنويا في عدد من النقاط المائية في جهات المملكة خصوصا في الوسط وبعد أيام قليلة من بلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي رسم صورة قاتمة عن وضعية المياه في المغرب تحدث رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن انكباب المجلس الحكومي على تحيين ومراجعة المخطط الوطني للماء في البلاد بهدف التوفر على مخطط مائي يؤدي إلى تحقيق الأمن المائي الوطني في أفق العام 2050 وذلك عملا بمقتضيات القانون الجديد المتعلق بالماء كما وجه رئيس الحكومة المغربي دعوة لتعاون لضمان الشروط الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دون المساس بالحقوق الثابتة للأجيال المقبلة في الثروة المائية ترجمة نانسي قنقر